مرحبا أجمل أرق هدية ممكن توصلنا هي باقة من الزهور الفريش بمناسبة أو بدون مناسبة كشكر أو تقدير أو حتى اعتذار وأحيانا تكون هدية منك لنفسك لإنجاز حققتي أو ظرف تحملتي وأجمل شيء أنك تقدرين نفسك وتهديها هدية رقيقة وأنيقة مثل باقة من الزهور من اختيارك ومثل محاولاتنا للإحتياجات وإن اعتفاض بذكرى أي لحظة سعيدة مرت علينا فأكيد نحاول وبشدة الطرق للإبقاء على حياة هذه الأزهر نضعها بماء ومغذل الزهور ونتمتع بيها كم يوم بس أيضاً ومع الأسف تبتدي تذبل وبريقها يخفت وأكيد كلنا جربنا الطريقة الأولى واللي كنا متعودين عليها منه إحنا صغار وبالمدرسة وهي الاحتفاظ بالزهور بين مجموعة من الكتب الثقيلة إلى أن تجف هذه الطريقة تعتبر هي أكثر طريقة بداية وما تحتاج أي مواد ولذلك كنا نستعملها بالمدرسة لأنه تحتاج كتب فقط ترجمة نانسي قنقر ومع الأسف فهذه الطريقة تأخذ كثير من جمال الزهور تأخذ شكل الوردة وتتركننا فقط جمال الذكرى اللي تحملها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بعد ما وصلتني هذه الباقة وهي تجفيف الزهور مثل ما يقولون بأنني أعلقها بالمقلوب هذه الطريقة تحفظ للزهور شكلها تقريبا تأخذ من ألوانها الكثير تصير ألوانها مثل الخريفية بس أيضا لا بأس به حبيت تجرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بعد ما ربطتها بهذه الشرائط أعلقها بهذه الحمالة وتركها بمكان يكون بارد ومظلم تقريبا لمدة أسبوعين هسا شوفون النتيجة شون طلعت مثل ما قلت تذكرني بخريف وأوراق الخريف موسيقى 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 ستستمر رحلتي باكتشاف طريقة افضل لتشفيف الزهور ممكن تحفظ شوية من جماله اختارينا اني وبنتي هذه الباقة الجميلة من الزهور كانت على ذوقنا اكيد وحبيت اجرب هذه الطريقة الجديدة بعد ما سويت ابحاث كثير اخذناها للبيت وتمتعنا شوية من جمالها يومين فقط قبل ما تذبل واستعملت الطريقة اللي حقونكم على الياس موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اكيد كنا نعرف هذه المادة اسمها سيليكاجل وهي تنتصر رطوبة من الاشياء في منها صنع خصيصا للزهور لتشفيف الزهور في منها ماركات كثير انا هذه كانت اقرب واحدة علي فاخذت منها على ابتين وابتدي اجفف الزهور اللي انا اختاريتها احضر الزهور بان تكون شكلها مفتوح مو مقفولة واحضر ايضا المادة هذي مثل ما قلنا وحافظها محكمة الاغلاق وابتدي اهيئ الزهور باني اقص الاوراق الزايدة منها والساق اشتركوا في القناة 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 اخلي اول طبقة حتى تعزل الزهور عن الحافظة لبلاستيك وابتدي اضيف الزهور لازم تكون كل زهرة بعيدة عن الثانية وابتدي اضيف طبقات الزهور وهذا الرمل اشتركوا في القناة 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 أحب أسوي هذه الطريقة واحتفظ بالزهور للتصوير والاحتفاظ بها لأطول فترة ممكنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حبيت الطريقة وتعتبر هذه النتيجة مثالية بالنسبة إلي كزهور مجففة أكيد سأستعملها هذه الطريقة مرة ثانية وخصوصا أن هذا الملح أو الرمل اللي اشتريته أقدر أعيد استخدامه مرات ومرات ياربكم فيديو اليوم عجبكم إذا جربتوا أو إذا عدتكم زهور مجففة ياريت تعملولي تاق ومنشن في الإنستغرام شكرا لمتابعتكم باي باي ترجمة نانسي قنقر